شاهدين يواجه اللاجئون السوريون صعوبة كبيرة في التواصل مع أفراد المجتمع في دول اللجوء الأجنبية إذ لا يتقن معظمهم اللغات الأجنبية المتداولة في هذه الدول ما هي العوائق التي تقف في وجه الراغبين في تعلم اللغة؟ وما هي الوسائل الحديثة التي قد تساعدهم في تعلم لغات جديدة؟ المزيد في سياق هذا التقرير يعاني اللاجئون السوريون من صعوبات كثيرة في دول اللجوء لسيما في الدول الأجنبية إذ يواجهون مشاكل في الاندماج في النسيج المجتمعي الذي يختلف في عاداته وتقاليده عن المجتمع السوري بالإضافة إلى صعوبة التواصل مع أفراد المجتمع الجديد لاختلاف اللغة المحكية فجميع الدول الأجنبية التي لجأ إليها السوريون لا يجيدون أفرادها التحدث باللغة العربية كما أن معظمهم يتعصبون للغتهم ولا يتقنون التحدث إلا بلغة البلد نفسه كألمانيا والتركيا إذ لا يجيد أو لا يريد معظم مواطني هتين الدولتين التحدث باللغة الإنجليزية حتى إلى جانب هذا يفتقر اللاجئون والمهاجرون السوريون إلى إتقان اللغات الأجنبية وحتى الإنجليزية فمعظمهم لم يسبق له أن غادر سوريا ليعايش ثقافة جديدة ولم يضطر لاستخدام لغة أخرى غير العربية ومن هنا تبرز أهمية تعلمي واكتساب لغة جديدة لتكون وسيلة لتمكين السوريين في بلاد اللجوء من الانخراط في المجتمع والتواصل مع أفراده والحصول على فرص عمل تمكنهم من سد حاجاتهم المادية ورغم الحواجز والصعوبات التي يواجهها اللاجئون في التأقلم مع مكونات المجتمع الجديد في بلاد اللجوء إلا أن كثيرا منهم استطاعوا وخلال فترة قصيرة من اكتساب وتعلم لغة البلد التي يقتنوها وذلك من خلال عدة وسائل أهمها تعزيز التواصل مع مواطني بلد اللجوء ومحاولة إجراء حوارات بسيطة ومتكررة إلى جانب التعلم الذاتي باستخدام برامج الكمبيوتر المتعددة ومواقع الإنترنت التي أتحت التعليم للجميع في أي وقت وأي مجال كان لبرنامج جولة الصباح نور حداد بوريانت نيوز وحتى نحكي أكتر مشاهدين عن هالموضوع معنا بالستوديو الدكتور عصام عبد المولى الأخ الصائفي الشؤون الأكاديمية أهلا وسهلا بحضرتك صباح نور صباح الورد صباح الورد أهلا وسهلا يعني اللغة العربية بظل بالتأكيد اللغة الأم إتقانها بجميع تفاصيلها في غاية الأهمية يعني هذا الحكي مفروغ منه لكن اليوم أدي مهم اكتساب لغات أجنبية بالنسبة للعرب يعني بشكل عام وتحديدا بالنسبة للسوريين واللاجئة السوري بسم الله الرحمن الرحيم بداية اللغة العربية لغة أمك للسوريين لغة الطفولة لغة المدرسة الابتدائية لغة مدرسة الإعدادية لغة مدرسة الثانوية لغة الثورة كانت هي اللغة العربية نعم هذه ثقافتنا كعرب ولكن إلى جانب ذلك نحن كعرب إضافة كمسلمين أجب أن نمتلك ثقافة أخرى وهي ثقافة التعلم لغة أخرى مهما كانت تلك اللغة إنجليزية أو فرنسية أو ألمانية أو تركية أو تركية مهما كانت أي لغة أنت تعلمين لغة أخرى الأفق ينفتح أمامك إنفتاح غير طبيعي طه حسين ذكر في أحد مقولاته أنه عندما كان يتقن اللغة العربية كان يبصر بعين واحدة عندما أتقن الفرنسية أصبح يبصر بعينين بكلتا عيني فتعلم اللغة أخرى هي ضرورة ولا سيمة للشعوب التي تتعرض إلى أزمات مثال الشعب السوري أكثر الشباب اضطرته الثورة إلى المغادرة بلده مكرهن طبعا هذا الإكراه هو محنة لكن في باطنها منحة عليه عندما يهاجر إلى تركيا مكرهن أو إلى ألمانيا فرنسا بريطانيا أي البلد الذي كان يعني يعتبر نفسه أنه سفير لبلده سفير للثورة السورية فعليه مباشرة أن يتقن لغة القوم عندما تتقن لغة القوم فأنت تكسر الجليد بينك وبين هؤلاء القوم الذين هم بالنسبة لك غرباء وبنسبة لهم أنت غريب بالنسبة لهم بالإضافة أنه أدي أهمية اكتساب اللغة بتمكن السوري من أنه ينقل آلام وآمال ومعاناة شعبه والظلم والاستبداد أيضاً اللي عاش فيه لثقافات أخرى وشعوب أخرى هاي شغلة أساسية أيضاً نمس المدينة يقول عندما تكلم الآخر الغريب بلغة لا يفهمها عن طريق مترجم فكلامك يصل إلى رأسه ولكن عندما تنقل آلامك وأحزانك وهمومك بلغته فأنت تصل إلى قلبه ومن ثم إلى رأسه بالتأكيد تفضلت حضرتك وحكيت أنه اللغة العربية هي ليس فقط ثقافتنا وأيضاً إنما هي هويتنا ولكن تعلم لغات بفتحنا على ثقافات أخرى بالتأكيد في الكثير من الأكاديميين والدراسات تحكي أنه الإنسان إذا ما تعلم لغة أجنبية أو لغة جديدة منذ نعومة أظفاره بيكون صعب أن يتعلم في الكبر أدي بتشعر في دقة لهذا الموضوع لا رأيب التعلم في الصغر كما يقال قل نقشي على الحجر ولكن عندما مرور الزمن على إنسان هذا ليس حاجز لتعلم لغات كثير من علماء الأمة على مدى التاريخ أتقنوا لغات أو لغات أخرى أو أداب أخرى عندما كانوا في مراحل متأخرة من العمر تقدم في العمر ليس حاجز بصراحة الحاجة الأساسي هو الإرادة إذا كانت إرادتك قوية فأنت ستتمكن من إتقان أي لغة ولا تجاوزت المئة ولكن مع الإرادة الضعيفة لو كان عمرك عشر سنوات لم تتقني أي لغة حتى اللغة الأمة ستنقل سنة جميل طرح حضرتك وخاصة الإيجابية اللي بتحملها ما بين كلماتك يعني هم تقول المحنة والإكراه اللي أجبر السوري على الخروج من بلده لازم نفكر فيها أيضا إنها منحة إنها هبة نتعلم شي جديد ننفتح على ثقافات أخرى وأيضا نوصل للعالم هموم الشعب السوري وأيضا إصراره اليوم إذا الشباب السوريين اللي هلأ عم بيطلعوا لاجئين فيه طرق سهلة ممكن إنه يكتسبوا فيها لغات أخرى يعني شو الألية اللازم يشتغل فيها كيف لازم يفكر والله الطرق لتعلم اللغات ولاسيما اللغات الحية الإنجليزية الفرنسية طرق جدا خصبة متنوعة نعم وتتناسب مع الشخص ومع تفرغه عدم تفرغه إمكانياته المادية عدم إمكانياته المادية أكثر السوريين أو العالم بشكل عام ظار فيه ثورة تكنولوجية واضحة صح كثير من البرامج التعليمية صارت موجودة على الآيفون على آيباد فليس هناك أي حجة لأي شخص ليقول ليس لعندي مقدرة على تعلن لغة العربية أو عفل لغة أخرى غير لغة العربية لغة أجنبية فإمكانيات جدا متاحة أنت أمام طاولة ملأة بأساليب متنوعة من إتقان أي لغة أخرى صح وأنا بشعر أيضا أنه الإنخراط مع شعوب هاي البلاد يعني محاولة التحدث معهم دائما بلغتهم أيضا هذا بساعد كثير يعني هو موجود في بلد لغتها مختلفة فيجب أنه يتقنها لكن اللي بيصير فيه كثير من الأحيان نحن العرب تحديدا منخجل أنه نتحدث لغة تانية وما نتقنها تماما يعني هذا اللي بيصعب شوي علينا كسر الجليد كسر الجليد أو الوصول إلى القمة هذا الطريق ليس معبد بالزهور والورود صحيح من الطبيعي أن يقع الشخص من الطبيعي أن يتعثر لكن التعثر يجب أن يكون حافزا له ليتقدم يتقن أكثر فأكثر الخراط في شعوب الأخرى لا يمكن أن يخريط الشعب مع الشعب الألماني مع الفرنسي كسوري مع الشعب التركي من خلال مترجم طبعا التركي أو الألماني سيحجز أنك غريب عنه فيجب أن تتعلم اللغة كسوري وأن رسالة إلى الشباب جميعا في المهجر يجب أن يدخلوا الجامعات الذين هم في بلدها وشرط أساس دخول الجامعة إتقان تلك اللغة طبعا بالتأكيد هلأ بالتأكيد مثل ما تفضلت حضرتك في الأساليب المختلفة والحديثة من خلال وسائل التكنولوجيا يعني أو برامج حتى مجانية بتكون أحيانا على الإنترنت لكن أديب تشار في أهمية أن الواحد مثلا يتابع أفلام يسمع اللغة من خلال الأفلام من خلال أغاني هاي البلد يعني لأنها أيضا وسيلة ممكن إنها تثري تثري مخزونه من هاي اللغة بصراحة حسب هذا الأمر تابع لهدف الشخص إذا كان هدف الشخص دخول الجانب الأكاديمي فالأفلام ربما تسيء له اللغة المستخدمة في الأفلام هي غالب لغة عامية لغة عامية نعم عنده بديل آخر المحاضرات الأكاديمية إذا كان الشخص فقط من أجل اندماج المجتمع فقط هذا هو سقفه عنده الأفلام عنده الأغاني وأنا أفضل الغاني القديمة الغاني القديمة تحكس ثقافة تلك الأمم صح وروحها أكتر وبالضبط أما الأغاني الحديثة أصبحت إلى حد ما غريبة عن حتى ثقافة شعوب نفسها بتأكيد بتأكيد أنا يعني لا أخالفك الرأي أبدا لكن في كتير من الأشخاص قبل ما حتى يوصل أو ينخرط بمؤسسة أكاديمية هو مضطر أنه يتعلم مفردات بسيطة يعني بده يمشي أمور حياته اليومية فهي يمكن بإمكانه أن يتقنها من أنه يسمع أي شيء عبر الراديو يعني بأي طريقة بس لازم يعني أدانه تألف هاي اللغة الجديدة وخصوصياتها عندما يتقن أو عندما تصبح الإرادة عند الشخص قوي هو بنفسه سيبتكر أساليب كثيرة نعم يعني أنت بشوف حضرتك أنه العمر مو لازم أبدا يكون عائق والعائق هي الإرادة نعم فقط طب يعني برأيك شوفي كمان أساليب حديثة ممكن أنها تساعد شبابنا اليوم يكتسبوا لغات جديدة أكثر شبابنا عندهم جهاز التتصالات الآيفون أو غالكسي أكثر تلك الأجهزة فيها برامج تطبيقات خاصة تعلم لغة وحتى تلك التطبيقات فيها ثراء وتنوع غير طبيعي فالشخص أمامه خيارات كثيرة جدا جدا إضافة إلى المركز التعليمية إضافة إلى الدورات الأخرى إضافة إلى الاختراض بالجيران نعم سواء في دول الغربة دول المهجر عندما تكلم جارك لأول مرة وتتكلم بلغة متعثرة أنت بصراحة تدخل إلى قلبه صح ومن ثم هو سيساعدك على إتقان لغتك نعم بالتأكيد وما من ننسى أبدا أيضا أنه هاي البلاد اللي عم بيهجروا عليها السوريين عادة بتكون بالفعل ممكن في برامج مثلا على مستوى البلد لتعليم اللاجئ أيضا اللغة وقد تكون معظمها بتكون مجانية أو برموز أو بأشيء أسعار رمزية لا يوجد بلد في العالم يعطي الشخص اللاجئ أي جواز سفر خصوصي بتلك البلاد أو أي إقامة إلى هناك شروط من أهم تلك الشروط بتقان أساسيات لغة ذلك البلد بالتأكيد خلنا نتابع والمشاهدين استطلاع رأيه أجرته زميلتنا يسار لبي طبعا المتواجدة بتركيا عن أهمية تعلم اللغة التركية للسوريين وأيضا الصعوبات اللي بتواجههم مرحبا نسل سن تشوكي يمسان نسل أي متشكول لارد تركيا بليون ملسن؟ طبي بليون ملسن؟ طبي بليون ملسن؟ أفت أعز بليون يوك؟ ما كتير شوي يعني لا لا والله لا والله ما بحكي بليور بليون؟ أيوه لا ولا ما بحكي تركيا بليون؟ أدي صليك بتركيا؟ والله صلي شي تلت شهر أربعة شهر صلي شهر وعشرين يوم ما أنا خمسة عشر يوم جايين والله صلي سنتين ونص هون والله صلي خمس سنين يعني شي خمسة عشر يوم شو السبب أنه ما بتحكي تركيا؟ السبب أول شغل لغة صعبة جدا جدا يعني ما فيش حدا بتعلمهم والله ما صر الجديد جاي على البلد لغة صعبة عن لغتنا يعني تقيلة ما تنلفز معنا الكلمة تركية غير السورية يعني جينا أول ما جينا على منطقة اسمها أورفا أو مقاطع اسمها أورفا فيه ناس تحكي عربي كثير فما كان يلزم اللغة التركية أبدا ما نصل زمان هنا شو سبب تعلمك للغة التركية؟ والله السبب الأول الجامعة حي اللي قاعد فيه كانوا أغلبيتهم تركمان لذلك فيه شوية يعني نحكي معرفاتنا الشباب ومنحكي مع العالم هيك منعرف تلطيش حكي وهون جينا قوينا الموضوع وصلنا مية بالمية نحكي تركي أنا شغل مترجم تركي اللي زمن طويل في هالمجال كان شغلي بناتهم شغل بناتهم يعني مع معامل يعني شوية شوية تعلمتهم تحكينا عن الصعوبات يعني عم تطردنا كسوريين بتعلم اللغة التركية؟ والله الصعوبات عديني يعني خصا في منهم يعني كسالة هنين يعني ما عندن حتى قابلية للتعلم يعني هاي كمان مشكلة يعني بتصور في شي لأنه بس تحكي مع العالم تعاشرية وممكن تتعلميها الصعوبات والله الكلمات كأكتر شي الكلمات والجرامر الصعوبات يعني بيخاف ويخالطوا الأتراك بتلاقي الشباب قاعدين السوريين أخذين سكن شبابي ما بيختلطوا مع الأتراك كتير يعني ما بيأكلوا غير بمطعم سوري والله الصعوبات أنا خلفية إنجليزية تمام فالإنجليزي غير التركي تماما احنا ما عنا لغة تركية نحنا عنا لغة عربية بس أو إنجليزي يعني نص بنص أو 75% فهذه المشكلة كانت أكبر يعني أولا مناهج التدريس فوق مستوى المبتدئين ما في دورات ما في مدارس يعني ما في في كتير شغلات نعطي كلامهم أنه سريع شوي عرفتي عليه شفا خبرني شو هي أهمية تعلم اللغة التركية كوننا سوريين مقيمين بتركيا طبعا يعني هون الحياة ما فيها تمشي بدون لغة تركية أول شي مشان نخرطها مع العالم واندماج مع العالم مشان نعمل لأني عايشين هون لازم نتعلمها مشان نخو نعطي مع غيرنا والله مثل ما قالت لك قاعدة بلد تركيا لازم تحكي اللغة التركية يعني دك تسألي وين بدي روح وين بدي جي شو مدي أكل شو مدي أشرب ما فيكي إلا باللغة التركية يعني مشان تعرفي تحكي مع العالم تتعاملي معهم يفهموا عليك يتفهم عليهم أي شاب تقول له ايه بدي أشتغل يقول له كويس ايش تحكي لغة تركية قل له لا خلاص يعني أنا آسف يعني ما في شغل لها أهمية لمين يعني للي جاء يدرس يستقر هون يعني لازم يتعلموا اللغة التركية مشان يسوقوا بضاعتهم للنخارج و للداخل حكم أنه هون الشعب التركي جدا مغلق على بيئته و على لغته يعني حتى ما عنده إنكليزيته يعني حتى ما توصل لمرحلة الجيدة يعني يعني وما بيتقن لغة إنكليزية فأجباري لازم أتعلم لغتهم أهمية وتفيدك بكل شيء بشغل بوظيفة بالدراسة بأي شيء بتفيدك إذن مشاهدين تابعنا استطلاع الرأي حاب نشوف رأيك بهذا الاستطلاع وكان في تباين جدا يعني وفروقات أيضا بالإرادة وبالرغبة لتعلم اللغة أغلب الاستطلاعات إيجابية نعم والاستطلاعات الأجوبة التي كانت سلمية بصراحة هي التي تنظر إلى الكأس الفارغ من الماء ذكرنا الاستطلاعات بعضهم ذكر الدورات صعبة المجتمع التركي لا يرغب منغلق أظن الكلام نسبي أو بعيد عن الموضوعية إلى حد ما بالإرادة تستطيع أنت أن تخرق الجو بتعلم اللغة صح بالتأكيد اليوم عم تحدث عن تركيا اللي فيها أكتر من مليون لا جاء أيضا فهي الموضوع غير ترفي أبدا وشفنا أيضا أحد الأشخاص بيقول إنه إذا أنت ما أتقنت اللغة التركية مستحيل مثلا تلاقي وظيفة يعني لأنه اللغة هي الأساس يعني بالنسبة لأصحاب العمل من البدايات أو المنطقيات في أي دولة في العالم لا توظف الشخص الذي لا يتقنوا لغة ذلك البلد سواء كان تركي أو سوري أو خليجي أو نحن كسوريين لو جاءنا شخص أفريقي يريد أن يعمل في سوريا في دمشق صاحب المصنع أو المتجر عدم إتقانه اللغة العربية تقف عائق أما مقبوله تلك الوظيفة فتعلم اللغات الأخرى أنا أراها ليس طرفا بل ضرورة ثقافية ولا سيمة للشباب نعم هلأ بتأكيد في جزئية تانية في بعض الأشخاص يمكن سحط لهم الفرصة أنه يكتسبوا اللغة الإنجليزية بالإضافة للغة العربية وفي أشخاص بس عندهم اللغة العربية عادة يعني والدراسات شو بتثبت أنه الشخص اللي تفتح على لغة أخرى بصغره أو بحياته ممكن يكون يقدر يستوعب أو يتعلم لغة ثالثة أسهل من شخص اللي عنده بس لغة واحدة كثير من الدراسات أثبتت أن الشخص الذي هو قبل خمس سنوات يستطيع نطق أكثر من أربع لغات في نفس الوقت فالتعلم كما ذكرت في الصغر كان نقصي في الكبر غير في الصغر ولكن مع ذلك طريق التعلم لا ينتهي مع تقدم الإنسان حاجز اللغة غير لغة الأم أكيد هو قادر على كسر حاجز لغة أخرى صح يكون يمكن أسهل قادر على كسر لغة ثالثة ورابعة المهم الخطوة الأولى صح بالتأكيد هناك الكثير من الأشخاص أيضا يكتسبوا لغة بمرحلة معينة من حياتهم وبالنهاية مثلا نزحوا أو لجأوا أو يعيشوا ببلاد عربية ما يستعمل هذه اللغة كيف يستطيع يحافظ عليها إذا ما عم بيستخدمها يعني في أشخاص بالفعل تعلموا اللغة الإنجليزية وقد يكونوا أتقنوها في سوريا بعدين تلعوا فردان على الأردن لبنان أي مطرح تاني ما بتعامل باللغة الإنجليزية كتير يعني مهدد إنه ينساها إذا يعني ما مارسها مهارة اللسان في نطق لغات أخرى هي كالعضلات العضلة بحاجة إلى تدريب مستمر لكي تبقى في وضعها مناسبة ولا بتنفس وإلا سيصبح الشخص مترهل صح مهما كان متقن لتلك اللغة الإنجليزية يستطيع من خلال استعراض الصحف كثير من الكتب موجودة بي دي أف سهلة الوصول يستطيع أن يمرن عضلة لساني في تلك اللغة نعم نعم تعرف مثلا من رحل على تركيا منشعر بالفعل أدي في اعتزاز بالهوية التركية وبالقومية التركية يعني لا تكاد مستحيل تلاقي يمكن حتى ساين أو إشارة مكتوبة بلغة أخرى غير اللغة التركية فشوف هذا الاعتزاز بالتأكيد بالهوية واللغة مهم لكن نحن ما منقدر بس نسكر ونغلق دماغنا لأنه نحن مضطرين أنه نتعلم هاي اللغة في ناس دولك لا أنا بدي أحكي بس عربي أو بتخالط فقط مع أشخاص عرب مشان هيك أصعب عليه أنه ياخد اللغة باللغة الوحيدة يكون طريقة تفكير الشخص اللغة أخرى يصبح المدى أوسع أنا أحترم اعتزاز الأتراك في لغتهم التركية ولكن هذا الاعتزاز الزائد عن الحد أنا أعتبره أنزر في تركيا ميران وتكرارا لا يتقنون أساسيات لغة العربية البسيطة لا يتقنون أساسيات لغة إنجليزية البسيطة أنا أظن هذا الاعتزاز إلى هذا الحد يعتبر التقزم يعتبر انكماش وخاصة يعني ما أحدا بيعرف بنفس البلد فممكن بفعل مواطنين البلد يضطروا لأي سبب من الأسباب أن يغاتروا فمهم اكتساب لغتاني نصائح أخيرة دكتور اليوم تحب توجهها لسوريين أنا برد بأكد للسوريين موجودين في بلاد مهجر أنتم سفراء الحرية سفراء الشعب السوري فعليكم أن تعودوا إلى سوريا سنعود عاجة إلى سوريا إن شاء الله في الوقت القريب أمن ربما قد يطر لكنها سنعود صح يجب أن يعود كل شخص وفي ذخيرته هدية لسوريا هذه هدية تكون بالطلاع على الثقافة أخرى وصقل ثقافتنا الأخرى طبعا واللغة هي أحد أهم الوسائل للاستفادة من تلك الثقافات وبالتالي استفادة في سوريا سوريا مهد الحضارات ويجب أن يثبت العالم أنها ما زالت مهد الحضارات وتستمر وستستمر إلى أبد الأبدين إن شاء الله مهد الحضارات بالتأكيد بالتأكيد يعني سوريا بيأمس الحاجة لإلها عند الرجوع لأنه نحن بالفعل بحاجة كلنا لا إعمار هذا البلد له منارة يعني للجميع أهلا وسهلا فيك دكتور عصام عبد المولى وحضرتك خبير وأخصائي في أشهر الأكاديمية الله تكالح مشاهدينا فاصل راجعين خليكم معنا